السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وافاد المصرف ببيان منح سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد واضف ان التقديم على السلفة الالكتروني ويكون استلامها بمدة قياسية قد تصل الى اقل من اسبوع وكان المصرف قد كشف يوم امس عن منح قروض 50 مليون دينار للموظفين للبناء في قطع عرض او لترميم وتهيل الدور السكنية وتزديد القرض خلال 10 سنوات وتأسس مصرف الرافدين بموجب القانون رقم 33 لسنة 1941 وباشر اعماله في 19-5-1941 وبعد عدة عمليات دامج استمر يعمل بمفرده في ميدان الصيرفة حتى عام 1988 الذي شهد تأسيس مصرف حكومي اخر هو مصرف الرشيد وفي عام 1998 تحول مصرف الرافدين الى شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقا لاحكام قانون الشركات العامة بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية وكذلك استثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وبشكل متواصل يصدر المصرف تعليمات يقرر بموجبها منح قروض متوسطة الاجل لمدة تتراوح بين 2 الى 5 سنوات وطويلة الاجل تتراوح بين 10 الى 5 سنوات لمن يرغب من المواطنين والشركات ولدى المصرف حاليا 164 فرع داخل العراق اضاف الى 7 فروع في خارج العراق وهي في القاهرة وبيروت وابوظبي والبحرين وصنعاء وعمان وجبل عمان اشتركوا في القناة